طيب بالنسبة لأخبار اللي حتحصل النهاردة فالنهاردة حيتم إطلاق أول سوق نموذجي في الدلتا وده حيكون في المنطقة اللوجستية بمدينة طنطة في الغربية وكمان وزير الأوقاف حيجتمع بقيادات الهيئة لبحث خط التنمية مال الوقف ده غير إن فيه تمن مباريات قوية في افتتاح دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا خلينا ننتقل بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهيتم إطلاق أول سوق نموذجي في الدلتا وده هيكون في المنطقة اللوجستية بمدينة طنطة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء أسواق جملة في مختلف المحافظات ده غير إنه هيتم افتتاح عدد آخر من المشروعات التجارية بالمنطقة اللوجستية في محافظة الغربية كمان النهاردة هيعقد الدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف اجتماع مع قيادات هيئة الأوقاف لبحث خطة تنمية مال الوقف وتعظيم استثماراته ده بالإضافة لسرعة تحصيل جميع مستحقات هيئة الأوقاف وتحديث القائمة السوداء للمعتدين على أي عين من أعيان الوقف لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع ثمن مباريات قوية في افتتاح الجولة الأولى لدور المجموعات في دور أبطال أوروبا أبرز اللقاءات دي هيكون بين دينامو زاغرب الكرواتي وتشيلس الإنجليزي الساعة 7 لربع الساعة 9 هيلتقي إجبلية الأسباني مع منشستر سيت الإنجليزي وفي نفس التوقيت هيلتقي باريس سان جرمال فرنسي مع اليوفانتوس الإيطالي ترجمة نانسي قنقر